بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا سبحان الله انظر إلى أعظمة هذه الآية لا تخفى على الله خافية لا توجد كوامن وخبايا الزوايا عند الله تباره وتعالى الكل عند الله من عالم الشهادة وليس من عالم الغيب في عالمنا نقسمه إلى عالم غيب وعالم الشهادة عند الله لا يوجد هذا التقسيم الكل عند الله عالم شهادة لأنه يعلم الغيب لأنه يعلم الغيب ثم انظر إلى نهاية الآية وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ سبحان الله نحن لطالما غفلنا عن هاته النهاية الجليل المباركة ماذا لو أوكل الله إلى أنفسنا إحصاء وعد حسناتنا وكتابتها ماذا لو أوكل الله إلينا كتابة حسناتنا عد حسناتنا يحصى حسناتنا وَاللَّهِ لَخَسِرْنَا خُسْرَانًا مُبِيْنًا انظروا مثلا إلى الذي تولى بنا هذا البيت المعمور هذا البيت من بيوت الله تباره وتعالى جامعين باختيار لو رب العالمين قال للباني أنت أكتب حسناتك لخسر خسران مبينة لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحصي عدد الذين يدخلون هذا الجامع عدد الأحرف القرآنية النورانية التي تتلى في هذا الجامع عدد الأذكار والتهليلات والتسبيحات والتحميدات التي تتلى في هذا الجامع المبارك صاحب هذا الجامع المتولي في سابع نومه ينام والناس هنا يصلون يقرؤون القرآن يرتلون آيات الله يصلون على نبي الله عليه الصلاة والسلام كم عدد من الركعات يصلون ثم صاحب الجامع يوم المتولي يفارق هذه الدنيا المعمورة إلى ربه عز وجل بعد ذلك من يتولى كتابة حسناته لا أحد فلذلك يا رب العالمين كأنه يخاطب عباده يا عبادي لا تحزنوا فإنني أتولى حسابا وعدا وكتابة وإحصاء جميع حسناتكم وكفى بنا حاسبين الله ما أعظمها من نهاية ما أعظمها من نهاية أنا لا أستطيع أن أحصي عدم ابتساماتي في وجه الآخرين وتبسمك في وجه أخيك صدقة أنا ألقي محاضرة لا أدري كم من أناس يستفيدون من هذه المحاضرة لا أدري فإذا كنت جاهلا بعدد الذين يستفيدون منها فكيف أحصيهم وأسجل حسناتي أنا عاجز أنا جاهل أنا ضعيف الله يخاطبني ويقول يا عبد لا تحزن وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين الذي دون كتابا ألف مصنفا أو مؤلفا ثم نشره في الأفاق كم عدد الذين يستفيدون من كتابه الإمام الشافعي ألف الرسالة كم عدد الذين استفادوا من هذا الكتاب الجليل الإمام ابن القيم مدارج السالكين الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي كتب كتابه إحيي علم الدين المصصة الجام العوام فيصل التفرقة كم عدد الذين استفادوا من هذه الكتب هو مات فارق الدنيا ونحن نذكره بعد مرور أكثر من مئة وخمسين عام على وفاته نذكر بخير نستفيد من كتابه وكفى بنا حاسبين وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين